السلام عليكم أحمد حاتمي يعيش بين زمنين مختلفين في مسلسل عمر أفندي على قناة يون شهد مسلسل عمر أفندي أحداثا مشوقة خلال الحلقتين الماضيين حيث انتقال أحمد حاتمي إلى زمن الأربعينيات من خلال سرداب في منزل والده يكتشفه بعد وفاته وتعرفه هناك على آية سماحة ووالدتها رانيا يوسف وخلال أحداث الحلقة الثانية من المسلسل يعود أحمد حاتمي مجددا إلى عالمه ويتحدث إلى زوجته ميران عبد الوارث عن الزمن القديم الذي انتقل له ولكن لا يصدقه أحد ليقوم مرة أخرى بالانتقال إلى الأربعينيات ليعيش مغامرات جديدة ومختلفة هناك مسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم آية سماحة رانيا يوسف محمد ردوان محمود حافظ ميران عبد الوارث ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة وتدور الأحداث حول عمر أفندي أحمد حاتم الذي يعيش قصة حب مع فتاة ولكن تأخذ الأحداث منحا دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات حيث يقع في حب شخصية أخرى هناك يذكر أن أحمد حاتمي ينتظر عرض ثلاث أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول هو الملحد الذي تأجل عرضه مؤخرا ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة صابرين شيرين رضا نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داود وإخراج مندو العدل إلى جانب فيلمي قصر الباشا والمنبر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر